بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي مازلنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سيرته ونسير في النقاط الفارقة في مراحل الفارقة كده في السيرة وفي مواقف فارقة هذه المواقف بنتعلم منها أشياء كثيرة وإحنا النهاردة عنكون مع حادثة فارقة وهي الكلام عن صلح الحديبية وعشان الصلح كبير ونستطيع أن احنا نتعلم منه دروس كتيرة احنا ناخد موقف من صلح الحديبية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قصد العمرة مع أصحابه في العام السادس من الهجرة ولكن قريش أبت أن تسمح للنبي وأصحابه بأداء العمرة أصروا وزي ما بيقولوا ودمغهم أنهم ما يعدوش حضرة النبي ويعمل العمرة بالمناسبة اللي عملوا القراشيين في الوقت ده من أنه يمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقد العمرة عند العرب دي تعد جريمة أن حد يصد حد قاصد أنه هو يذهب معظما للبيت فيصده عن البيت الحرام فهم عاملين جريمة وزي قريش قالت إيه إحنا كده العرب هتسمع بنا إحنا لازم نروح زي ما بيقولوا كده عندنا بالعمية نلم بالدور فأرسلوا بسرعة أرسلوا مين؟ أرسلوا سهيل بن عمر سهيل بن عمر في اللحظة دي وكأنه بقى متحدث رسمي عن قريش عشان يعمل إيه؟ عشان يتفاوض مع حضرة النبي لأن الوضع كده لو أن حضرة النبي أسر ولو أن الصحابة أسروا لدرجة أن بعض الصحابة كان بيقول لحضرة النبي إحنا ليس كتين فإيه اللي حاصل؟ فبعده سهيل بن عمر عشان يتفاوض مع حضرة النبي فإيه اللي حاصل؟ وأكدت له أنه يكون السلح فيه عدة شروط هنذكرها باختصار بعد شوية فلما جاء سهيل بن عمر وقرب وحضرة النبي شافوه قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل أمركم أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل سهيل بن عمر معروف أنه هو رجل مؤدب وأخلاقه عالية فقال إن هم لما بعدوا سهيل وكان حضرة النبي بيستبشر كمان اسمه سهيل فهيجي من السهولة فقال حضرة النبي فقال سهل أمركم فهم لما بعثوا ده يبقوا هم عايزين تصلح فجاء سهيل بن عمر وأعد يتكلم طويل ويطول بالك يا حضرة النبي ويطول صبرك يا حضرة النبي أعد يتكلم طويل 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 ثم اتفقوا على قواعد الصلح حضرة النبي قال هات أكتب بيننا وبينكم كتابا فدعوا بالكاتب فقال صلى الله عليه وسلم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن الرحيم فوالله ما ندري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب قال له إيه لا ارجع اكتب إيه باسمك اللهم ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب باسمك اللهم يا جمال وأخلاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اكتب هذا ما هذا ما تفاوض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سهيل فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما سضدناك عن البيت ولا قتنك ولكن اكتب محمد بن عبد الله هنا في الجزء ده في رواية السيرة بتقول هي ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اني رسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله واضح ان في بعض الروايات ان سيدنا علي هو الكاتب فقال له امحو يا علي امحو رسول الله قال والذي بعثك في الحق لا امحوها والذي بعثك بالحق لا امحوها وهنا العلماء كانوا بيكلموا على هل يقدم الاتباع ولا الادب فحضر سيدنا الامام علي قال لا ده من الادب ان انا ممحوش فبيقول ان هو اشار حضرت النبي كان الاخرى فبل بريقه فمسح بريقه وصفه صلى الله عليه وسلم رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سعيل والله لا تتحدث العرب اننا اخذنا ضغطة ان احنا ايه اتخذنا بالعافية ولكن ذلك العام المقبل فكتب فقال سعيل هل ألا يأتيكم منا رجل وان كان على دينك الا ردته الينا يعني ما جلناش رجل الا وترده اذا كان مننا طيب احنا جايبين للقصة دي ليه هذه قصة قصة في غاية الالهام حضرة النبي مع مشرك القريش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رايح يعظم البيت ورايح اعمل عمرة وهم عملوا جريمة وماذا تصنع رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا فن صناعة المشترك فن صناعة المشترك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي نقدر مهما كان الخلاف مع اي احد نستطيع من هذا الاختلاف ان نذهب الى الاختلاف حتى ولو مع المشركين حتى ولو مع من يكن لنا العداء حتى مع من احنا لنا حق عليه ومركبينه الغلط تعالوا بقى نشوف بيوتنا هل بيوتنا بتمشي كده لا بيوتنا ما بتمشيش لمشترك انا لازم واحد فينا يطلع صح والتاني غلط مع اني على فكرة احنا الاتنين ممكن يكون احنا الاتنين بالفعل اسباب المشكلة يعني احنا من باب اولى ان احنا نصنع المشترك مع بعض لان المشترك هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتبقى صح لان احنا الاتنين تسببنا في هذا الاشكال لا كل واحد فينا يصر على رأيه وما فيش محاولة لصنعة المشترك حضرة النبي بيعلمنا ازاي نصنع المشترك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لنفسه فمش محتاج ان هو يصر على حاجة تفسد الاتفاق ده وتفسد هذا الحل وتعصم دماء المسلمين وتبتعد عن الشر وتبتعد عن المفاسد الكبيرة فحضرة النبي علمنا ان درق المفاسد مقدم على جلب المصالح عمل العمر مصلحة بس بس هقن دماء الناس مفسادة يبقى درق المفاسد مقدم على جلب المصالح يا ريت واحنا بنتعامل مع خلافاتنا نتعامل كده على ان درق المفاسد مقدم على جلب المصالح يا فرحتي ان ان انت رأيك مشي بس اتكسر خطر زوجك او يا فرحتي ان انت رأيك مشي اتكسر خطر زوجتك ده مفسادة عظيمة فلذلك إيه اللي حاصل؟ در المفاسد مقدم على جلب المصالح دي مسألة مهمة جدا جدا عشان نوصل للمشترك مفيش حاجة مفيهاش مشترك كل حاجة ممكن أي اختلاف ممكن نقدر نصنع بيه المشترك بس بشروط الشرط الأولاني أني أنا نفسيتي تكون مهيئة أن أنا أصنع المشترك لأن أنا أن أنا أسيب الشخص اللي قدامي يصنع المشترك وأنا شايف أني مفيش فايدة مفيش مشترك أي تصنع يبقى أنا لازم أكون جاهز لأن أنا أصنع المشترك شايف أني فيه فايدة شايف أني فيه حل لو أن أنا مشايف حل لا يمكن المشترك أي تصنع يبقى دي أول شرط الشرط الثاني أني في نفس الوقت أنا لما جاي أتعامل مع المشترك مع حد عشان أصنع المشترك دي نفس التاني مهارة بقى أن أنا أعتبر وجهة نظر الآخر إيه اللي حاصل؟ وكأنني أنا مع حضرة النبي وأنا شايف حضرة النبي بيقول ما هو برضو هو لو كان بيعتبرني رسول ما كانش صحيح كلامه منطقي فإيه اللي حاصل؟ طب خلاص بناء على كلامه ده نروح بقى لدائرة من المشترك إيه المشترك؟ في الأول خالص حضرة النبي قال وإن كذبتموني بس أنا فكتب اسمه شيء مشترك هم عارفين أن حضرة النبي محمد بن عبد الله فذكر المشترك ليه؟ لأنه في الحقيقة هين لين سهل عارفين؟ اللي كان أسهل من سهيل في التفاوض هو حضرة النبي ربنا أزن أن سهيل بن عمر ييجي الشخص السهل ده عشان نشوف مدى سهولة حضرة النبي يبقى تالت حاجة في المشترك عشان نقدر نصنع المشترك لازم الشخص يبقى سهل يبقى مرن لكن الشخص صاحب الأفكار الحدية مش هيقدر يصنع مشترك خالص يبقى احنا لازم نمرن نفسنا على ده يبقى احنا في بيوتنا لازم نعمل كده يبقى إذن إحنا نصحتي إذا كنا عايزين نستفيد من سيرة حضرة النبي ومن أنواره اللي علمها لنا في صلح الحدابية على فكرة صلح الحدابية ده ممكن يبقى بردين نموذج نتعلم منه إزاي نخرج بالمشترك أول حاجة لازم أكون مهيئ نفسي إن أنا عايز المشترك ده ولازم ما سميش الوصول للمشترك ده إنه هو تنازلات لا دي طريقة في التعامل البشري الحاجة التانية إن أنا ما بقاش مشغول بالتفاوض بس لازم أكون مشغول كمان بفهم واعتبار وجهة نظر الآخر الحاجة التالتة كمان إن أنا لازم بشكل واضح أنا وبعمل الكلام ده أدي كل الفرص لإنجاح هذا الأمر لما الزوجة تعمل كده وتبحث عن المشترك في أي موضوع بينها وبين زوجها سواء في مصروف البيت سواء في تربيت الأولاد سواء في مدارس الأولاد سواء في أي حاجة لازم هي تدعم الأمر ده وتكون جاهزة إن هي ده مشترك ده ملكهم ده ميلاد جديد لمشترك ده ميلاد جديد ومحتاج إيه؟ محتاج رعاية ومحتاج حرص وآخر حاجة لازم بسرعة إن إحنا نعمل الكلام ده وإحنا قلوبنا مليانة إن المشترك ده قيمة إضافية لكل واحد فينا مش خصم من كل واحد فينا لو عملنا ده أظن كثير من مشاكلنا هتكون ناشية مع سيرة حضرة النبي اللي دايما نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعل سيرته بتنور مسيرتنا وكمان بتنور قلوبنا عشان نفضل في حضرته وندخل على حضرة الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ملأ بها سحته لما ندخل مع حضرة النبي ترجمة نانسي قنقر